أسعدتم أوقاتاً أيها المفكرون الصغار، أنا معلمة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرث الراء سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالوريا الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها بلغتك الخاصة وأن تتسمى بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرث الراء الرمانة الخضراء سكر يحب روضته كثيراً ويحب الكتابة والرسم لكن أخاه الصغير وسيمان يحب الرسم على دفاتره ويأخذ أقلامه رسم سكر لوسيم رمانة وطلب منه تلوينها بالأحمر لكنه لونها باللون الأخضر سأل سكر لما لونتها بالأخضر؟ قال وسيم لأنها لم تنضج بعد النهاية ثم ستنتقل أيها المتأمل إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الراء وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة وتنتقل إلى قصة حرف الراء بعنوان الراكون الخائف ستقوم عزيزي المفكر بالاستماع إلى قصة الراكون الخائف وتأمل الصور الموجودة أمامك من ثم محاولة إعادة سرد القصة الراكون الخائف بضغتك الخاصة وهنا عزيزي المتأمل عليك تأمل كلمات قصة الراكون الخائف وعليك أن تقوم بتجريد حرف الراء من هذه الكلمات بعد ذلك ستقوم بالانتقال إلى مهارة القراءة هنا عزيزي المتواصل سيكون عليك القيام بدورك كمتعلم في جزية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الراء وتمييز صوت حرف الراء اسم الحرف راء صوت الحرف ر وأيضا عليك نطق حرف الراء مع المدود القصيرة ر ر ر وأيضا نطق حرف الراء مع المدود الطويلة ر ر ر ر ر وعليك أيضا أن تجرد حرف الراء من الكلمات المعروضة أمامك وأيضا أن تضع دائرة حول الصورة التي في اسمها صوت حرف الراء وهنا عزيزي المتعلم عليك أن تتسم بسمة المتأمل وأن تتأمل الصور الموجودة أمامك وأن تتأمل أيضا كلمات هذه الصور وأن تميز حرف الراء الناقص الراء بداية الكلمة أو الراء في نهاية الكلمة أو الراء في وسط الكلمة وهنا عزيزي المتأمل عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل أن تقوم بتركيب مقطعين لتكون كلمة على سبيل المثال مقطع را ومقطع مي عند جمعهما يتصبح الكلمة رامي وأن تحلل كلمة ساري المقطع الأول ساع المقطع الثاني ري وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الراء هي مهمة مهارة الكتابة هنا في هذه الصفحة عزيزي المهتم عليك كتابة حرف الراء بالشكل والاتجاه الصحيحين وأيضا عليك كتابة حرف الراء مع المدود الطويلة را رو ري وأيضا عليك كتابة كلمة رسمة وهنا عزيزي المتأمل عليك تأمل الكلمات المعروضة أمامك وأن تقوم بتجريد الحروف التي فوقها سكون أي الأحرف الساكنة على سبيل المثال كلمة ورد حرف الراء فوقها سكون ر مسبح حرف السين فوقها سكون س وهكذا وأن تقوم أيضا بلغض الحروف الذي تعلمتها سابقا بوجود السكون ب س م وهكذا وأن تقوم أيضا برسم السكون فوق الحروف المعروضة أمامك وأخيرا عليك كتابة الحروف المعروضة أمامك وفوقها السكون ب ي و س هذا كل ما لدينا بدرس حرف الراء لهذا الأسبوع وسعدتم أوقاتا فوق الحروف المعروضة أمامك فوق الحروف المعروضة أمامك سببه أمامك